تنائيات موجودة في كل مجتمعات الحديثة أريد هنا أن أذكر وهذا شيء معروف بطبيعة الحال بأن الديمقراطية منتقدمة فيها تنائيات ربما وجه الخلاف يكمن في كون هذه التنائيات مستوعبة في النسق المؤسساتي بدرجة أكبر وهذا قد يجعل من المغرب ومن الدول التي تعرفوا انتقالا إلى الديمقراطية بوتيرة معينة له خصوصية معناها هذه التنائيات لم يتم استعابها بشكل كامل فعلا دشتور 2011 أفرادا لهذه التنائيات مجموعة من آليات التحكيم والضبط يكفي أن نذكر هنا بصلاحيات صاحب الجلالة فيما يتعلق بكونه حكم الأسماع بين المؤسسات رئيس الدولة أمير مومنين الأليات الأخرى والضمانات الدستورية والتشريعية الموجودة وأيضا صندق الاقتراع بوصفها حكم بين الخيارات والإديولوجيات الموجودة في المجتمع وبالتالي نحن في طور بناء نسق يحتوي ويستوعب هذه التنائيات من منظور مؤسسات الذي ربما نفترضه كباحث في علم السياسة هو أن هذه التنائيات يجب الحسم معها لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات منطقين يخترقون سياسة عندنا بلدنا والمؤسسات القديم والجديد الدولة السلطانية والدولة الفيبرية الدولة تقليدية والدولة الحدثية وهذه الإشكالية لما هو قديم وما هو معاصر ولكن هذه المسألة كنا نشوفها ذلك الوقت كتنائية ما داخل ذلك تنائية؟ المضموضة لا يمكن أن يتغير مثلا نتكلم هنا تحدث مثلا فيما يتعلق بالمؤسسات الملكية تحدث السلطان وهنا الملك الدستوري وهذه اللحظات تم إشارة إليها خلال مختلف مراحل الحياة السياسية المغربية في الحقاب الماضية على الأقل ما قبل نهاية سينة دائما تم تحينها بتمييز بين الدولة العميقة والدولة الجارية الدولة المتغيرة الدولة يمكننا نسميها الضرفية المرحلية الدولة العميقة والدولة المرحلية وقال هذا نقاش أخر ونقاش واش كين هناك فقط تعايش بين منطقين بنيتين ملامح تشكيلتين مختلفين واش تشكيلتين هل هناك كما قلت تنفصل اللي هو متغيير بغيار يعني درجتوك التغيير حسد حسد الدرفيا هذه المثالة فيها مستويات كثيرة جدا وكلها مستويات حقيقية بما فيها بالنسبة لي أنا المستوى دي التنافس السياسي والسراء السياسي ولكن الحقيقة التي لا ترتفع أن اليوم جزء مهم من القرار ومن السياسات العمومية من القرار العمومي من تدبين المال العمومي يقع خارج مؤسساتي بغيت أن أعطيه بسرعة واحد نهار سولت المسؤول النقابي كان طرح سؤال من يحكم في المغرب وسولت أنت نقابي يعني شدك طرحت السؤال فقالوا ادي أنا نقابي من اللي كان مشي نتفاوض مع الباترون والسؤال المعمل وما يجابني وكان نذهب للسلطة كان بدأنا مفتيش ما هو كان يخبرني أنه عنده سلطة من الذي كان يكون بناتنا علاقة يقول أنه لي من قديل كان كان يمشي عند الوزير من الذي تطور العلاقة لا يقول أنه لي صراحة أنه لم يدي سلطة من الذي تطور العلاقة وكان يمشي عند وزير الأول وكان يقول أنه بناتنا ويلقيت بأن أحد حقائل أن جزء من القرارات التي تنفد على العمال لا تتخلصوا في المؤسسات أو على الأقل المؤسسات يقولوا بأنهم لا يعلمون بها وما عندهم سلطة على الإيقاف ففي رأيي أنا هذه المشكلة هي هذه خاصة المسألة الثانية بالنسبة لي أساسية وبالنسبة لي في منتدى المواطنة كذلك هو علاش الكلية أساسيا للكلية أول فضاء العلم ودى الموضوعية ودى الأخلاق ونحن في المغرب اليوم محتاجين نتابع بأن واحد القضايا وهي مواضيع الصراع السياسي والتنفس السياسي ولكنها قضايا وطنية وهي قضايا الاستمرار المغرب ودى الاستقرار المغرب ودى الوحدة المغرب مزيان تبقى تناول قضايا الصراع السياسي ولكن هذا ما يعنيش بأنها هي قضايا ملزمة للجميع وما ينتشموا سويق اختلاف المصالح وجهات نظر لي ومشروع وأساسي لأننا ننقفز اليوم على أنه لحد المؤسسات مغربية لا تحكم في أغلبية القرار العمومي ولا تدبر أغلبية السياسات العمومية وهذا مؤثر على المرضودية العمومية مؤثر على النموذج النموي مؤثر على جهد الجميع الجهد الذي تبدأ المؤسسة الملاكية الجهد الذي تبدأ الحكومة الجماعات التربية الاحزاب جهد الجميع جهد جميع مغضور وقتا وجهدا وإمكانيات لأنه لا يصبح في الطاحونة الأساسية لينفروض منتج المنتج العمومي المشترك مسألة التنائية التي تطرحها الورقة هي أن هناك تنائيات كثيرة تطرح في مراحل مختلفة وفي سياقات مختلفة وأن هذه التنائيات هي استعمال لمفاهيم تستعمل المفهوم والمفهوم نعتبر أنه هو تركيبة ذهنية التي تسعى إلى أن تلخص أو تمسك بواقع وتلخصه في مصطلح نسميه مفهوم وأن هذا المفهوم القوي هو الذي يصمد أمام التحولات السياسية والتاريخية لفترة طويلة وعلى أساس أنه ليس هناك مفهوم يدوم المفاهيم تدوم قد تدوم لفترة قصيرة أو لعقود أو لقرون ولكنها في نهاية الأمر تتغير إذن هناك المفهوم ثم هناك هذه المقابلات بين مفهومين وفي السياسة في الممارسة السياسية هناك استعمالات كثيرة لهذه التنائية بالمقابلات بين المفاهيم والتي يكون فيها جانب إيديولوجيا مش بالجانب بالمفهوم السلبي إيديولوجيا بالنسبة لي هي توظيف الفكر من أجل تبرير الفعل السياسي أو تبرير الفعل أو تدعيمه والدفع له فإلى جنا نرى هذه اللائحة الطويلة بدون ترتيب كرونولوجي لهذه المفاهيم هناك المقابلات لليمين واليسار والمقابلات ما بين البرجوازي والبلوريطاري وبين التقدمي والريجي الليبرالي والمحافظ الأصولي والعلماني ثم الحداتي والتقليداني والتقليدي الذي تطرح هذه الورقة فإحدى الإشكالات التي تطرح على المفكر في هذا الموضوع وهو ما هي الفترات السياسية التي تبرز فيها هذه التنائية وما هي الأسباب التي تؤدي إلى كون أن هذه التنائية تختلف وتتغير لأنه في نفس هذه القاعة كانت المصطلحات والتنائيات التي كنا نتنقشها منذ السبعينات وليست هي التقليد والحداثة بحالة فعلا كانت ولكن ماشي كانت هي الأساسية كانت هناك البرجوازية والبروليطارية كانت هناك المقابلات ما بين اليميني واليسار واليسار اليميني عمليا لم يكن موجود أو يسمح له أو لم يكن موجود في الكلية بشكل أساسي فالأساس لا تقوم الدولة ولا يمكن أن تقوم بدون مؤسسات ومؤسسات مستقلة بدون قواعد وبدون غاية وهي الصالح العام إذا كانت الدولة هي تعبير عن عقد اجتماعي فوظيفتها الأساسية هي الصالح العام لكل الفئات وليس لفئة معينة وإذا حدث مثل ما يحدث في كثير من الدول العالم العربي أنها أداة لفئة لا تكون دولة لا تكون دولة يمكن أن نسميها دولة تجاوزا ولكن دولة أو وظيفة الدولة هي بالأساس تحقيق الصالح العام ثم هناك شيء آخر ما قد تفضل السيمستور بالإشارة إليه هو تتابق الوظيفة والعضب في الدولة حينما نتحدث في فرنسا عن إدارة تسمى فهي تقوم بالتربية الوطنية حينما نتحدث في الدول الغربية عن شيء اسمه تسمى الأم وتقوم بالأم في العالم العربي هناك اختلال بين الوظيفة وبين الوطنية قد تسمى التربية الوطنية وتقوم بكل شيء سوى التربية وسوى التربية الوطنية قد تسمى التضامن ولا تقوم بشيء اسمه التضامن وذلك أنا أعتقد بأنه من الشيء الأساسي أن يتطابق العضب والوظيفة بالإضافة إلى أخلاقيا في الدولة تفرض على خدام الدولة حقوقا وواجبات أي كانت مستوياتها